السلام عليكم وحيوكم الله في مقطع جديد من توب 10 وفي هذا الحلقة راح نتكلم عن أفضل عشر أشرار في عالم الألعاب فأخلينا نبدأ في المركز العاشر عندنا دراكولا من سلسلة كاسلبينيا الرئيس النهاي اللي في كل جزء واللي كان يظهر معانا في كل أجزاء كاسلبينيا وإيضا كان تحته رؤساء مطيعين له مثل ديث والمدوسا وفرانكنستاين وغيره كثيرين تحته مطيعين له بالكامل هذا كله عشان هيبته وقوته صحيح إنه ينفرش في كل جزء ولكن يرجع كل مئة سنة وينفرش برضه في المركز التاسع عندنا استفانه من لعبة The Evil Within 2 إنسان يستمتع في قتله تعذيب الناس ويشوفه بالنسبة له في فن ويكره أي واحد ينتقد عمله ويخلق أشياء غريبة من رحوش ودائما عنده هوس غريب في التصوير وفي صنع الفن واللي يشوفه أول شي يصوره ويجيس يعذف فيه وبعدين يسوي منه تمثال يعني من إنه إنسان مريض في المركز الثامن عندنا إغمان واللي معروف إنه يحب يحول الحيوانات إلى آليات هذا عنده هوس فيها وحلمه إنه يجمع حجار الأمرولز عشان يحكم العالم بس ولكن كمان يعرف القصة إنه كل مرة سونيك أو القنفوذ الأزرق يقدر يوقف وجه دائما وفي المركز السابع عندنا كين كوبر أو خلين نسميه باوزر واللي معروف سلسلة ماريو ودائما كل جزء يروح يخطف الأميرة ما عنده شغلة غير إنه يخطف الأميرة ويدمر مملكتهم دائما وإنه يحول كل الناس اللي عايشين فيها للأحجار بدلاً ماريو يكسر الحجار هذي قصة طويلة بس باوزر هذا مهوس ودائماً يفشل في خططه كل مرة يفشل له ثلاثين سنة كل مرة نفس الحكاية يأخذ الأميرة بعدين يجي السباك يطالي شيلا نفس الحكاية فمشكلة إنه عنده عقلية صغيرة وما يقدر يفكر زين في سلسلة سولز فيه أعداوز وما كثيرين كل واحد أحس من الثاني ومن الصعب باختيار واحد فقط من السلسلة لا يخترنا أكثر واحد عذب لعيبة دارك سول وهو نيملس كينغ وهذي الشخصية لها قصة جميلة وباختصار خانبوه عشان يمتلق قوة التنينين وأيضا من قوة الزعيم خلوه الزعيم اختياره ليس يجباري عشان ما يتعبون الناس في تختيم اللعبة وفي مركز الخامس عندنا النمسيس من لعبة روزن تيفو 3 بعض الناس ممكن تتضايق وتقول وسكر ولكن النمسيس حاجة ثانية الشخصية لاني كراها في اللعبة ولكن نحبها مع ما نخلص من اللعبة تتذكرون كم مرة وقفت طريقنا وغلص عليك وداعما يخرب وكل ما تحس انك خلصت منه بتحسب انه ما يرجع لك الشخصية من جديد هيبة من النهاية ومن الرغم انه يعرف كلمة واحدة فقط أصلة من لعبة دمتالغير قبل ما نبدأ ممكن بعض الناس تقول ليموا البيك بوس موجودة السبب لانها ما يشرير بالعكس هي طيبة وفيها لوطنها ولان نرجع لأوصلات الرائق والفنان في استخدام الريفولفو بسبب فنه في استخدام الريفولفو لقبه باسم ريفولفو أوصلات والتصويب عنده سطوري ما يختفي القنص الهدف وغير كذا عنده سرعة في تعبة السلاح وأيضا سريع في استخدام سلاح الريفولفو فرقل من لعبة دبل مكراي الابن الغير مطيع لسبارتا وأخوه دانتي صياد الوعوش والشياطين واللي عنده ميول للشر عكس العائلة يهمه أكثر شيء الحصول على القوة واي شيء يغفو يدامه يمنع من الحصول على القوة راح يخلص عليها حتى لو كان أخوه السلاح اللي دام يستخدمه ويتقنه هو سلاح اليامته سلاحه دايا أبو لمحاربة الشر ولكن هو استخدمه لمحاربة الخير وشخصية صار مو شديدة وليه يحب المزح عكس أخو دانتي وفي المركز الثاني عندنا سيفلوت من لعبة فاين فانتين سبن الشخصية اللي كانت تحارب الشر والدافعين أهل بلدته صحيح سفرت كان إنسان يحب الخير وكان يحتبرونه سطورة إلى جاء اليوم وعرف سبب قوة الخارقة والحقيقة هي أنه أبوه حقنه بقوة الفضائي جينوفا وهو في بطن أمه وبعد ما اكتشف أنه هجين ما بين فضائي وإنسان وأيضا أنه كان فارد تجارب تحول الإنسان شريف ويبغي يدمر كل شيء قدامه وأول شيء راح يبدأ في تدميره هي المنظمة اللي كان معاهم من بعدها دمار العالم عشان يعم السلام عد فيها شرار كثيرين كذا متخلفين يقول لك أدمر العالم عشان السلام كيف تجي ما أدري بس مشيلوا مياه وفي المركز الأول عندنا شخصية فاز من لعبة فار كراي 3 القرصان المختل عقليا وأيضا اللي يستمتعوا يحب تعذيب وقتل الناس تقابل ببداية اللعبة وفريغ القرصان حقه يحبسونه كنت وصحابك اللي جايين يستمتعون في الإجازة ولكن فاز يخرب عليهم الإجازة ويبدأ يعذبهم قدام بعض يعني هل فيه أوصخ من اللي يخرب عليك الإجازة أم لا وكذا نوصل لنهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وإذا عجبكم لا تنسونا الضغط على الزر لايك والاشتراك في القناة وإذا لا تنسونا الضغط على الزر الجرس عشان نيبين لك الفيديوهات حققتنا الجديدة اللي نجيبها أول بأول ويطيكم ألف عافية وكان معكم أخوكم مرانا حاسم نشوفكم ألف خير ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر